معكم مباشرة على الهوى حتى العاشرة برعاية جوال مساء الله للممه وعب تنتقل من صفحة لصفحة ومن موضوع لموضوعه هلأ بيشرفني اني ألتقي الدكتور مصطفى جرار أستاذ الذكاء الصناعي في جامعة بيرزات يأهلا بالأستاذ والدكتور والذكاء الصناعي ما شاء الله عمناك شكرا لكم ولي دعوتي وبحيي جميع المستمعين صباح الخير لفلسفين يساعدك قديش إليك بالتدريس دكتورنا صلي في التدريس يعني منذ فترة طويلة انت بنقلت بين جامعات بين جامعات كثيرة في حسابها يعني صلي في بيرزات عشر سنين عشر سنين رحت عجامعات برة وأكيد أنه يعني دايما الإنسان لما بيتنقل بين جامعات بيتعرف على ثقافة الآخر ويتأثر فيها بيتعلم أكيد بيتأثر دكتور مصطفى جرار إحنا يعني أنا بتمنى لو هالأبحاث كانت عزماني بالجامعة يعني أنا أدب عربي كنا كتير نصعب من هاي الأبحاث ومن الدخول للمعاجم حضرتك وفرت عكل الأجيال الجديدة موضوعة حوسبة المعاجم شو بسموها أنتولوجيا حوسبة المعاجم العربية نعم أنتولوجيا حضرتك فز بجائزة شمان للباحثين العرب للدورة 37 للعام 2019 حول حوسبة اللغة العربية وكمان كنت فايز عام 2016 بجائزة جوجل وقبل ستوشهر فزت كمان بجائزة محمد بن راشد المكتوم يعني أنت دكتور الجوائز في بيرزيت شو اللي دفعك لحوسبة المعاجم وشو يعني قديش بذلت جهد لهذا الموضوع هل توقعت هالنتيجة لا هو لم أتوقع النتيجي ولم يعني أنتظر ولم تكن في بال منه هيك دايما بسير مع المبدع هو لا ينتظر شيئا لكن الله سبحانه وتعالى هو الله شايف من فوق الله شايف عمدد بس هو احنا يعني شيء يعني يتوافق مع هواي هذا متعتي لما أكون عنده وقت فراغ حتى أشتغل فيه هو ليس عمل يعني حتى بنسبة إلي اه انت محدة كلفك محدة كلفك فيه انت لحالك ولا هو غير مدعوم أصلا من أي جهة ولا من أي حد كل الاحترام ولا من أي شيء يعني هذا يعني توفيق وكمان يعني برضو كنت محظوظ أنه يعني اشتغل معي بعض الشباب الباحثين السيدان الطلاب الطلاب وكمان كنت أجيب ناس أوظفهم معي برافو فعندي يعني برضو كنت محظوظ بأنهم كانوا مخلصين عندك كاتيم آه طبعا دائما عندي تيم يكون من ثلاث لأربع أشخاص بيشتغلوا على الساعة آه بس في كل الدول العربية ما حدا خطر في باله هذا الشيء يعني انت الدكتور الوحيد هو بتتفاجأ إذا حكيت من المحيط حتى الخليج اللي يفكر في حوسبة المعاجم وحتى مش بس هيك انت عم بتحوسب اللهجات اللهجة الفلسطينية وبتخلي جوجل يطلع عندنا شو معنى الكلمة يعني هذا شهد عملاق وأنا بتمنى الدولة نفسها هون عنا تكرمك الله يسعدك هو بتتفاجأ إذا كنت لك إنه جامعة الدول العربية في بداية في الثمانينات أو في السبعينات اجتمعوا في أحد اجتماعاتهم لمنظمة الأليكسو فكروا إنه يشتغلوا إشي للمعاجم فكروا واكتشفوا إنه هذا موضوع كثير كبير نقدرلوش صحيح وهذا مشروع أمي صار يقولوا من شروع أمي لحد درجة ووقفوا وإنتهم من الموضوع بس ما كانش في تكنولوجيا تصعفهم لا كان في الثمانينات كان عندهم إمكانيات يعني الموضوع أنه هي جهود لأنها إمكانيات دول كانت صحيح هي بدها إمكانيات بس لا ما بدها هذه الإمكانيات بس بدها جرأة ما بدها هذه الإمكانيات أصدي أنه هما كان عندهم إمكانيات دول في تلك اللحظة لأنه ما كان كل واحد معه موبايله واللابتوب تبعه وما كانش العولمة موجودة والعالم ما كان قرية صغيرة صحيح واشتغلنا على اللهجة العمية كمان اخبرني رحلتك مع اللهجة العمية ونرجع للمعاجم كيف بدأتها؟ قديش أعدت معك؟ شوني لفت نظرك للموضوع دكتورنا أماني يعني الموضوع مؤثر هلا شوفي الأماني هي هو موضوع جديد أصلا يعني هو اللهجة العمية وعمرها ما انكتبت يعني أنت ارجع يكبل عشر سنين لورا وما قبله ما بتلكي النصوص العمية نادرا حتى في مفردات تغيرت أو كده تأمتنقار هلا بعد السوشال ميديا بعد المواقع التواصل الاجتماعي أو حتى نكون حتى نكون دقيقيا بعد ما طلع الاسم اس الرسالة القصيرة على الجوال بلشت الناس من هناك تكتب عربيزي بنسميه يعني تكتب العربي بالإنجليزي وباختصاراته باللهج العمية ولما أجد السوشال ميديا بلشوا يكتبه في العمية الآن إذن كتب بالعمية هاي معرفة أنت بتخيلي كديش كمية المعرفة المكتوبة صارت في العمية في آخر عشر خمس سنين مثلا ما هو لي طب ما بدك بدك تترجميها بدك تبحث عنها بدك تسترجعيها هلا أنت إذا بتكتب إيشي على الفيسبوك بدك كبل سنتين بدك ترجعي له فكل هذا القضايا لازم حسوب يدعمها لازم يفهمها خلينا نقول يفهمها فمن أجل فهمها لازم إحنا نساوي أدوات معينة وهي الأدوات إشي منها مسميه مدونة إحنا بدنا نجمع نصوص ونصرفها جميعا وعلى أساس الحسوب يقدر يعمل منها إحصائيات من اللي إحنا عملناها اللي يفهم اللي أنت كتبتي يعني أنت حضرتك لما بتحط المعلومات الأولية فيما بعد حتى الأجيال القادمة بمجرد كليك صغيرة وطلابك حتى مجرد كليك صغيرة ممكن يعرف معنى أي كلمة وصرفها يعني الحسوب كمان رح يكمل جهدك صحيح الحسوب بتعلم إحنا اللي سويناها كمية معينة على أساس أن الحسوب يتعلم إنه لما تكتبئ أنت عجرمان عنك هاي كلمة بحبها فبيصير فكها وكل هاي السوابك من هون وهاي اللواك من هون وهاي إيش نوع الكلمة بصير يفهم عليه بصير يفهم الكلام اللي كتبتي فهلا الحسوب نأمل إنه يعني كمان إنه بصير يفهم إيش الناس وهذا الإشي إيش تطبيقاته كمان مش بس على السوشال ميديا إنتي لما تحكي مع جوالك إنه بفهم تطلب لي بيزا حجز لي موعد تصلي على فلان وبدو يفهم عليك العميلي كتكولتيها أنت مش عم تحكيله بالفصيحة اللي هو متعود عليه ما بتقدر إذا أنت بتعرفي تحكي فصحة ممكن العجائز والاختياريات لا لا حتى إحنا بنحب نحكي باللهجتنا باللهجتنا في في أحلى من اللهجتنا يعني فإذا كان عندنا الحسوب كدر يفهم علينا اللهجة العمي هذا بيكون إنجاز شو تأثير هالموضوع المدى القريب والمتوسط والبعيد سواء على الباحثين على الطلاب أو حتى عندنا كجماهير يعني أنت حضرتك الحلو فيك عم بتبسط الأمر بتقول أنه أنا حتى على مستوى أني أطلب طلب للبيت أو خلينا نحكيها باللهجة العمية طلب للبيت نقل طلب للبيت أنه أنا أطلبه بلهجتي الفلسطينية يعني هذا له تأثير هذا تأثير واقتصادي أول شيء والتأثير الثاني إحنا في عندنا ناس كبار في السن في عندنا ناس عندهم احتياجات خاصة في عندنا أطفال طب هذا إذا أنت نازم تحليلهم المشكلة بالتواصل مع الحسوب والتكنولوجيا وهذا القضايا بالإضافة لتطبيقات طبعا اقتصادية كمان أنت دخل في أشياء تانية هلأ بعد المعاجم واللهجة سحيح هلأ بحاول أدخل بالمعنى بالمعنى اللي هي الأنتولوجيا 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 أنا أريد الحسوب يفهم معنى الكلام معنى مش حرفيا لأن الآن الحسوب بتعامل مع الكلمات عبارة عن وحدات إحصائية بتجرد بتجرد بشتهم معناها لكن أنت بدك تعلمه المعنى بدين هو بقيس وبطور لو سألنا سيري اللي على الآيفون مثلا أنه وقت الظهر بيقول لأنه نمدي أنا بديش الظهر أنا بدي وقت الظهيرة بعرف؟ تعرف سيري لا لا ما بعرف ما فهم علينا فوقت الشروق أو وقت الضحى أو وقت الأصير مع أنه أسأل سيري أي كلمة بأي لغة بتعرف يعني بالياباني حتى أو أسألها بالإنجليزي أي كلمة بس باللهجة باللهجة أو حتى الفصحة حتى الفصيحة حتى الفصيحة قليلة جدا وبفهمش معناها هو بترجمها للإنجليزي وبعدين بروح أجاول صح فإحنا بدنا كمان الحسوب يفهم المعنى هون بيجي شغل الذكاء الصناعي أنه كيف نفهم الحسوب المعنى اللي هو من سبيل أنتولوجيا اللي هي عبارة عن المعرف بلغة المنطق يعني برافو فهذا الاتجاه اللي ماشيين فيه يعني موفق كتير وقبل ما أوضعك في النص دقيقة الأخيرة خلينا نرجع للمعاجم قلت لي أنه هي ما بتاخد وقت بس بدها إرادة بدها جهد بدها إرادة صحيح يعني أنت لما قررت هذا الموضوع الأول من نوعه في الوطن العربي حتى في العالم لما قررت أكيد أخدت القرار خلاص أنه أنا بدي أحوسب المعاجم العربي أحكي لك شيري إحنا ما كنا نعرفها عرفناها بعد ما أطلقنا شغلنا لا أنه اللغة الإنجليزية ولا لغة في الدنيا نجمع لها تلع معاجم جاي ما احنا عملنا برافو فإحنا اللغة العربية كانت أول لغة برافو اللي ما معاجمها تجمعات شو شو رد فعل الجامعة كجامعة على دكتورها دكتور مصطفى جرار جراءها الجوائز من جوجل من محمد بن رجل المكتوم وأخيرا وليس آخرا طبعا الجائزة الحالية جائزة شمان إن شاء الله ما تكون ودائما بكل جائزة شمان هي أفضل جائزة طبعا هي من بلدي والجوائزة الأخرى يعني ما كمان مكنت من بلدي هي أحلى تكريم للإنسان في وطنه أحلى تكريم للإنسان في وطنه مع أننا دائما بنقول مزهار الحي لا يطرب ولا كرمت النبي في وطنه بس بنفس الوقت بنقول بدنا نكرم مبدعين أرجوكم وصار فيه في الأون الأخير نشكر الله صار فيه منحة لتكريم مبدعين يعني متناء حيات يعني جائزة شمان هي بالنسبة لإلي يعني ينهقي معي الأهم والجامعة طبعا جامعة بيرزيت يعني فخورة فيك وأنا فخور فيها ويعني هي جامعة عريقة ومؤسسة بمعنى الكلمة وهلأ بدك تروح قلت لي على المعنى هلأ نشترف المعاني إن شاء الله إن شاء الله وإحنا معك وأول بأول دكتور مصطفى جرار أمانة الله عليك إنك تخبرنا أول بأول حتى مواضيعك كتير جاذبة ومثيرة وسابقة عصرها سابقة زمانها خلينا كمان نطلع مستمعنا ومستمعتنا عليها مبروك جائزة شمان كمان مرة أدي جائزة شمان ما تقول ليش بس درعه هذا عشرين إيش عشرين ألف دولار طب تمام تمام شتكتوي فيهم لسه معك ما قدرتش أحلم لسه في الدعم الأحلام والله إنك بتستاهل تستاهل أكتر لا هم هيروحوا في نفس الاتجاه هم هنصرفوا في نفس اتجاه البحث العلمي هذا هو يعني العلم اللي فعلا مش هنم نقول نستثمر في ولادنا مش مياتنا بيقول وإحنا منبيع الأرض ومنبيع الدهب كرماء الاستثمار في ولادنا وشهدته هذا هو هيك عشان هيك دكتور مصطفى جرار مبروك الجائزة كمان مرة أستاذة بكا الاستناعي في جامعة بيرزيت حيوه معي مع جامعة القادة دكتور ان شاء الله تعالى نشوفك مكرم على مستوى الدولة عندنا بفلسطين تستاهل وكل أبحاثك مرحب فيها عبر أجيال إلى اللقاء وشكرا اشتركوا في القناة